المؤسسات العسكرية والامنية في اي بلد في العالم تعتبر مثالا في الانضباط والدقة والالتزام تحتذي بها باقي مفاصل الدولة بسبب ما تتميز به من قوانين تضبط سلوك وتحركات افرادها العراق لم يخرج على مر العقود الماضية عن هذا السياق فالمؤسسة العسكرية كانت انموذجا قل نظيره على مستوى بلدان العالم وعبرز صفة رافقت العسكرية العراقية هي الاحترام للرتب والتدرج في المناصب بشكل دقيق سواء اكان ذلك بين الافراد والضباط على حد سواء او في علاقة باقي ابناء الشعب بهم السنوات الاخيرة افرزت ظواهر غريبة كانت مثار استغراب بل استهجان الشارع العراقي فالرتب العسكرية في بعض الحالات منحت بشكل عشوائي ومن دون تدرج او الانتماء للكلية العسكرية او لكلية الشرطة واصبحنا نشاهد تصرفات بعيدة كل البعد عن سلوك الضابط بل وحتى الانسان السوي لكن الاخطر في هذا هو ما كشفت عنه المديرية العامة للاستخبارات والامن بشأن القاء القبض على شخص ينتحل صفة ضابط برتبة عالية في الجيش العراقي اثناء محاولة عبوره نقطة تفتيش تقع جنوبي العاصمة والذي ضبطت بحوزته هويات مزورة انتحل من خلالها صفة ورتبة لواء ركن وما يثير السخرية بالموضوع هو ما ذكره بعض المتابعين بشأن تمادي منتحل الصفة وخريج الابتدائية بالاستهتار والاستهانة بالقانون منذ عام 2019 من خلال عقده لقاءات مع مسؤولين في وزارة الدفاع وشخصيات سياسية ودينية وعشائرية وبرلمانية والانكى من ذلك تفقده القطاعات العسكرية في قواطع الأنبار والموصل بل التوسط لضباط أصبحوا أمراء أفواج وسرايا ونقل بعض الجنود من قاطع لآخر وأخذ أتاوات بمبالغ كبيرة أما قمة الكوميديا السوداء فتتمثل بأن أفراد حمايته منتسبون حقيقيون بوزارة الدفاع تم تنسيبهم للعمل معه برفقة أربعة عجلات تابعة للوزارة ما قم به هذا الشخص وبهذه الطريقة واستهانته بمؤسسة عريقة يؤشر خللا لا يمكن السكوت والتغاضي عنه ويتطلب وقفة جادة لمنع تكرار هذه الأفعال المسيئة للعراق أولا ولكرامة قواته الأمنية التي تبدل العرق والدماء في سبيل الدفاع عن كل شبر فيه ترجمة نانسي للعرق اشتركوا في القناة